السلام عليكم في حلقة اليوم اليوم راح أعلمكم كيف تطلعون بره في ماب فادنقرينج أولا راح تسوي لإيدت أوبشنز شوية اولا خلاح حطا أولا ما تروح لإيدل أوبشنز راح تحطون الكوستون كلاس أي شي يتبعون هانش يكون فيه تكتكل التكتكل سورشل لازم بس اوه ايش ايوه الكلستريك يكون باكيجات بس هاللي ترويه ايوه بعدها بديت للقيم خل واحد يروح ضدك تذبح ثلاث مرات طلع باكيجات وبعد أعلمكم كيف تسوي يلا روح ضدي شيطون يلا شوفوه ضدي واليوم مع شيطون هو اللي ساعدني اليوم وهو اللي علمني أصلي دل قليتش هو منه يلا خلا بس يجينا يلا تنبح أول واحد خلي حق تكتكل اوه خلا بس يجي لازم يحن يجي فريقك عشان طلع برا الماب يلا شيطون تعال ما قعد تسوي لعك انتنتك شوفوه اللي بيطلع برا الماب لازم يقود هنا في النص كذا اوكي شوفوه بين هذول اثنين شوفوه اول اثنين اول اثنين يقود هنا في النص لازم يكون في النص يناظر هنا كذا يكون هنا يناظر يلا شيطون اجلس هنا في النص تحط البكج تحته لازم يكون تحته بعده لازم يكون ناظر قدام بس ولا يسوي شي يكون جالس البكج راح تطلعه شوفوه زي ما انتم شايفين هو طلع خوي اسمعوه شوفوه هو الحين بروح ضده عشان يذبحني وعشان يجي بكجات ويطلعني اندي يطلع الواحد من بره اسهل شي من بره اوكي خلوه اسحط طلع تكتكل اوكي 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 بس اخر مرة ما لازم تكتكل يلا بترجع فريقة هذا ما يصير اللبس يلاقى يكونون فريق بعض زي ما انتم شايفين انا باقود هنا في المنص شوفوه هو بحطه تحتي هذا القلتش لازم يحتاج تدريب كثير هذا صديقي شيطون ما كان يعرف زمالك الحين ما صار يعرف مرة بس يالله خلي يحاول بس هذا القلتش حق اليوم ودي أشكر كل السبسكرايبرز وراح أسوي لكم فيديو خاص مني وما سلامة